موسيقى مشاهدين من جديد أهلا بكم وجددوا الترحاب بضيفنا المحلل السياسي أحمد كامل دعونا نفتح ملفا جديدا كان في اليومين الآخرين ومن دون سابق إنذار الحكومة الإسرائيلية كشفت عن عملية عسكرية قامت بها في سوريا قبل أحد عشر عاما أسفرت بحسب قولها عن تدمير مفاعل نووي سوري في تدمر تحديدا في العام 2007 العملية السرية التي كشفتها إسرائيل بالصور والتزيلات الصوتية وبالفيديو أيضا أثارت تساؤلات عن أسبابها وعن دلالات التوقيت والرسالة من خلالها أغلب الوزراء الإسرائيلي قالوا إنه درس للمنطقة موجه لإيران في المقام الأول التقرير يحمل مزيدا من التفاصيل بعد عشر سنوات أو يزيد قرر الجيش الإسرائيلي فتح صندوق عمليته الأسود في سوريا ويكشف عن أهم أسراره فيها ليعلن عن تدمير ما يشتبه أنه مفاعل نووي سوري في ضربة جوية عام 2007 وتدمير منشأة جوية في الصحراء القريبة من دير الزور هذه المواد نشرتها الحكومة الإسرائيلية وتظهر تسجيلا مصورا من قمرة قيادة طائرة للحظة التي دمرت فيها ضربة جوية المنشأة النووية على حد وصفها القضية وقتها والتي فرض عليها تعتيم إعلامي لم تستدعي ردا مباشرا من النظام السوري فمحللون وصفوا ردة فعل بشار الأسد بأنها مرتبكة حيث نفى الحادث تماما وأشار إلى انتهاكات طائرات إسرائيلية للمجال الجوي السوري ثم فرارها على الفور ثم عاد وقال إن الطائرات دمرت معسكرا حربيا مهجورا ثم أصدر تهديدا بأنه يحتفظ بحق الرد لكن السؤال الأبرز لماذا تعلن إسرائيل اليوم عن العملية وما السر وراء ذلك؟ وزراء إسرائيليون قالوا إن الاعتراف الآن بالهجوم يأتي بمثابة رسالة إلى من وصفهم بالأعداء وطبعا في مقدمتهم إيران وتفيد بأن تل أبيب تستطيع أن تأخذ أي خطوة مشابهة ومن دون الرجوع إلى الولايات المتحدة كما حصل في دير الزور إذا ما شعرت بأن أمنها أو ميزان القوة في خطر وكان من هؤلاء الوزير ليبرمن والذي دعا المنطقة كلها إلى استيعاب الدرس لكن محللون يعرفون شأن الإسرائيلية جيدا يقولون إن الإفراج عن تلك الضربة في الوقت الحالي هو من أجل إيصال رسالة لمن يهمه الأمر بأنها لن تقبل بوجود قوات حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية والتوقعات التي تشير إلى إمكانية عمل عسكري ضد هؤلاء ربما تؤكد ذلك طيب سيد أحمد هو في العام 81 إسرائيل قصفت المفاعل النووي العراقي 2007 يتم الآن بعد 11 عاما الإعلان عن أنها قصفت مفاعل نووي في سوريا الرسالة حسب كثير من المحللين الإسرائيليين تقول بأن إسرائيل لن تتهاون أبدا مع بناء قدرات تشكل أي تهديد في المنطقة عليها ما قراءتك بداية لهذا التوقيت أولا لازم يعرف كل الناس أنه ما كان في شك أنه إسرائيل هي التي قصفت ومنذ ذلك اليوم أنا كنت في سوريا وقتها مع البي بي سي وتحدثنا كثيرا في الموضوع وكان واضح يعني ما في أدنى شك من أنه إسرائيل هي التي قصفت وإسرائيل يعني تركت كل الناس على يقيم من أنه هي التي ضربت المفاعل وكنا نرسم خرائط كيف مرت الطائرات الإسرائيلية وكيف عبرت دخلت سوريا من كل أطرافها وأين الطائرات المراقبة وأين الرادارات وكل هذا الكلام قيل في ذلك الوقت فإذن لا يوجد أدنى شك من أنه إسرائيل هي التي ارتكبت هذا الفعل منذ ذلك الوقت ولكن الإعلان الرسمي الآن أعتقد من أنه هو جزء من عملية التسخين التسخين ضد إيران والتسخين ضد وجود إيران في سوريا يعني إسرائيل وأمريكا عندهم مشكلتين مع إيران مشكلة النووي ومشكلة الوجود في سوريا طبعا مشكلة النووي أكبر جميل والوجود في سوريا هو لاحق لها لكن إذا ما سلمنا بأن هذه رسالة فعلا لإيران لماذا تخرج إسرائيل بعد 11 عاما لتحدث عن قصفها المفاعل النووي مع أنها بين الحين والآخر تقوم بتوجيه ضربات لإيران ربما لحزب الله تقصف بعض المواقع يكون فيها إيرانيين تقصف بعض القوافل العسكرية التابعة لحزب الله فما الدافع اليوم من أن مثل هذه الهجمات الإسرائيلية حاليا ألن تكون كافية بتوجيه الرسالة وأن تكون كذلك واضحة لإيران هذا يدل بأنه الضربة المقبلة أكبر من كل الضربات السابقة الضربة التي حصلت بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية أو الضربة التي حصلت عندما حاولوا الاقتراب من النفط وفي ضربات أخرى ولكن كانت صغيرة هذا يؤشر على أنه نحن دخلنا في مرحلة الكلام الكبير وهذا تمهيد لشيء كبير لما يحقوا عن المفاعل النووي ما بيكون عم بمهدو لضرب مطار مثل ما صار بعد استخدام الكيموي في خان شيخون ضرب مطار قرب حمص وبعد الظهر تم إصلاح المطار كأنه شيئا لم يكن لا هذا يبدو تمهيد لشيء كبير ومع ذلك أنا ما زلت حذر من أنه كل هذا الكلام قد يفضي إلى شيء وقد لا يفضي إلى شيء قد يفضي إلى حلول تحت الطاولة ما بين الأمريكان والروس وقد ينتهي بمعركة إعلامية تشغل الرأي العام الأمريكي والعالمي وقد فعلا ينتهي إلى ضربة حقيقية وأنا أرجح أنه الأمريكي الرئيس الأمريكي محشور داخليا حشرة كبيرة جدا لا مخرج منها إلا بعمل شيء ضد إيران والأرجح أن يكون في سوريا هل سنشهد ربما تنصل من الاتفاق النووي الذي حصل ما بين إيران وما بين أمريكا في الفترة الأخيرة خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي ناتنياهو عادة ما يضغط على أمريكا من أجل ترك هذا الموضوع حتى إذا ما دخلنا سيد أحمد في قراءة ضيقة للتوقيت الذي نشرت فيه أو نشرت فيه هذا الفيديو كان في الساعة الرابعة أو الخامسة فجرا ما يعني أنه لم يكن موجها إلى الشرق الأوسط لأن الناس كلها نائمة ربما يكون موجها إلى أمريكا الأرجح هو ذلك وهذه التسريبات هذا التأكيد مع التسريبات صار تأكيد رسمي بأنه هم اللي ضربوا المشروع النووي السوري ما كان فيه سلاح نووي وكان مشروع متأخر ما كان مشروع متقدم مع التغييرات في الإدارة الأمريكية وزير الخارجي ومستشار الأمن القومي اللي الاثنين من الخط المعادي لإيران بشدة وتصريحات الرئيس الأمريكي لما قال أنه أنا غيرت وزير الخارجية لأنه لين مع إيران هذه مؤشرات واضحة وهذا بيجي ضمن هذا السياق فإذا المؤشرات التغييرات في الإدارة الأمريكية إذا أضفناها إلى هذا الإعلان يصبح الأمر أوضح حدثنا قبل قليل سيد أحمد عن موضوع التحذيرات الروسية من ضربة أمريكية محتملة للنظام في حديثك أشرت أن الضربة بأهدافها عندما سألتك عن الهدافنا توقع قلت أن حزب الله وإيران لن تكون موجهة ضد بدرجة أخيرة ربما يكون النظام في هذه الحالة إسرائيل هل تلعب دورا في هذه الضربة إن حصلت فعلا من خلال إعلانها عن ضرب المفاعل النووي يعني هذا يبرر مشاركتها إذا في ضرورة ولكن هو ما في ضرورة لأنه الأمريكي عندما يضرب في سوريا لا يرد عليه أحد لا الروسي ولا النظام ولا حزب الله وحتى الإسرائيلي يعني ما بيردوا عليه بيأكلوا ضرب وهن ساكتين والنظام السوري بيأكل ضرب من عشرات السنين وهو ساكت ويحتفظ بحق الرد فإلا إذا كانت العملية كبيرة جدا فربما يكون في مشاركة إسرائيلية الإعلان طبعا إذا إسرائيل بدأت شارك هذا الإعلان يعطيها مبرر إنه هذا نظام خطر وخطورته وصلت إلى مرحلة التفكير بمشروع نووي ألا ترى أيضا أن هناك رسالة إلى المحيط العربي من قبل إسرائيل بأن الوحيدة القادرة في المنطقة على حمايتهم من أي خطر نووي آخر وتحديدا إذا كان قادما من إيران أو من شريك لإيران ربما وجه حتى إلى السعودية دعنا نقول بشكل مباشر للأسف الشديد الإيرانيين بسلوكهم في العراق وبسلوكهم في سوريا وفي سلوكهم في اليمن وفي سلوكهم في لبنان في أربع عواصم عربية ولكن خاصة في سوريا وفي العراق جعلوا من إيران خطرا بدلا من أن تكون صديقا وسندا للعرب إيران صارت خطر على العرب سواء بنووي أو بدون نووي الوجود الإيراني في سوريا يفتت المجتمع السوري يفتت سوريا طائفي إلى أقصى درجة ممكن تخيله أكثر من طائفي طائفي وعنصري ودموي دموي إلى أقصى درجة يعني الإيرانيين وعملاء الإيرانيين في سوريا لم يظهروا ولا ذرة من الإنسانية مع الشعب السوري وحتى ما نكذب على بعض مع العرب السنة في سوريا ونفس الكلام في العراق لم يظهروا ولا ذرة ولا أي قدر من الإنسانية أو الرحمة بالعكس أظهروا غل وحكد استثنائي والسوريين ما عم يفهموا أنه ليش هدول جايين لبلادنا مع كل هذا الغل والحكد فإذا حتى العربي خافوا من إيران ما في داعي للنووي ولكن طبعا الأنظمة العربية بتصير بتخاف من إيران إذا قلنا لهم أنه هدول في عندهم مشروع نووي وعب ينقلوا المشروع النووي للدول الأخرى فإذا بيصير فيه خوف من إيران على صعيد الشعب بسبب مواقفهم في سوريا والعراق واليمن واللبنان وبيصير فيه خوف أكثر عند الأنظمة العربية قوات أخرى إذن موجودة اليوم في سوريا خاصة في الشمال مرتبطة بتركيا تحديدا التي سيطرت على عفرين سنبحث الآن ما بعد عفرين إلى ملفنا الأخير حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان إن العمليات العسكرية التركية في سوريا ستستمر إلى الشرق حتى يجري تطهير بلدات تمتد لمئات الكيلومترات صوب الحدود العراقية من المسلحين الانفصاليين وفي كلمة له في أنقرة تحديدا قال أردغان إن تركيا ستستهدف أيضا مناطق حول منبج والقامشلي وعين العرب ورأس العين من جهته أيضا قال وزير الخارجية التركي مولود تشووش أوغلو إنه تم التوصل إلى تفاهم مع أمريكا بشأن تحقيق الاستقرار في مدينة منبج شمال غربي سوريا لكنه عاد وهدد بالدخول إلى المدينة في حال فشل التفاهم وجاءت تلك التصريحات بعد يوم واحد على نجاح عملية غصن الزيتون في السيطرة على مدينة عفرينة ونواحيها الست ومئات القرى في المنطقة صحيحات تلك التركيز المترجمات ومساوية تحقيقه سوريا هو طفاهم يوم واحد بسطورا ومتطورا وشعر ومتطورا 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 طيب أستاذ أحمد بعد متابعة هذا الخبر المتعلق بتصريحات أردوغان حول ما بعد عفرين وتصريحات كذلك وزير خارجيته عن وجود تفاهمات مع أمريكا لكنه شابه الكثير صراحة من اللغط لأنه لم يكن هناك من شيء رسمي ومؤكد لكن بداية سيطرت تركيا على مركز مدينة عفرين هل سيكون له أي تأثير على مجمل الأحداث في سوريا دخول الجيش السوري الحر والجيش التركي في هذه العملية المشتركة هذه عملية مشتركة ما بين الجيش السوري الحر ممثلا للشعب السوري وما بين الجيش التركي الصديق قلب الأمور رأسا على عكب في المنطقة وأنقذ سوريا من الخنق تنظيم البيكيكي هو تنظيم كردي تركي استاليني إرهابي دموي لأقصى درجة متوحش لأقصى درجة وحليف للنظام السوري وهو مدعوم من قبل الولايات المتحدة في سوريا تحتل حتى الآن خمسين ألف كيلومتر مربع من الأراضي السورية يعني ما يعادل مساحة دولة لبنان خمس مرات خمس أضعاف دولة لبنان موجودة تحت حكم البيكيكي اللي فرعوا السوري هو البيي دي وبيضحكوا علينا وبيقولوا ليه بي جي قوات حماية الشعب تركيا تعتبرهم واحد بالمناسبة ونحن نعتبرهم واحد ولكن أمريكا تقولون لا هناك اختلاف أمريكا تكسر البيكيكي إرهابي والبييكي لا هن نفس الشيء تماما مثل تنظيم القاعدة فرعوا السوري هو تنظيم جبهة النصرة جبهة النصرة غير اسمه مرتين مرة هيئة تحرير الشام ومرة جبهة ما بعرف شغلة أخرى فإذا تغيير الاسم لا يغير الجوهر جبهة النصرة هي هيئة تحرير الشام وهي تنظيم القاعدة في سوريا وكذلك البيكيكي هو البيي دي وهو البيكيكي وهو قصد قوات سوريا الديمقراطية كلها ألعب على الكلمات فإذا احتلوا خمسين ألف كيلومتر مربع ربع الأراضي السورية كل الماء في سوريا دجلة والفرات والخابور وكل الأنهار الكبيرة في سوريا كل النفط السوري كل الغاز كل القمح وكل القطن وكل الكهرباء في سوريا أهم منطقة في سوريا احتلوها بدعم أمريكي وكانوا يريدون الوصول من العراق إلى البحر الأبيض المتوسط بمعنى خنق سوريا نهائيا يعني طريق البري اللي هو حلب، حماء، حمص، دمشق، القدس وعمان حتى غزة هو اللي صنع الحضارة في بلاد الشام وكانوا يريدون قطع هذا الطريق بمعنى خنق سوريا تماما بعملية درع الفرات اللي صارت ما بين الجيش السوري الحر والجيش التركي وبعملية عفرين تم القضاء على هذا الحلم وهذه الإمكانية بخنق سوريا وتم طرد بسهولة مخيفة يعني مدهشة أثبتت بأنه هن مجرد وهذه العملية ربما خنقت كذلك بمسألة الحلم الكردي المتنفس الوحيد وهو البحر لأنه كان لا يمكن إقامة هذه الدولة من دون منفذ على الأقل وإن كان باتجاه البحر الأبيض المتوسط الآن مبعد عفرين كيف سيكون شكل الحكم في هذه المدينة القوات التركية هل ستتواجد برأيكم هل ستسلمها إلى الجيش السوري الحر من خلال تشكيل مدني ربما سيقود في نهاية زمام الأمور أو زمام الحكم في هذه المدينة أولا هناك فرق ما بين الحلم الكردي والحلم البيكيكي الحلم الكردي هو حلم مشروع هذا الشعب متحد مكهور مسحوق في عدة دول أولها دولة إيران أكثر مكان مسحوقين في الأكراد هو إيران وأقل مكان مسحوقين في الأكراد هي الدول العربية السورية والعراق الحلم البيكيكي شيء آخر مختلف تماما هنين مصلوا لدير الزور ويحتلون الآن مناطق ليس فيها ولا كردي واحد لا علاقة لحلمهم بالدولة الكردية نرجع على سؤالك العفرين هل سوف يكون لها ما بعدها؟ حكم تركي أو ستسلم إلى الجيش السوري الحر؟ لا سوف يكون هناك وجود تركي ووجود الجيش السوري الحر وتكون الإدارة للأكراد أنفسهم ويجري العمل في هذا الموضوع الآن وصار فيه شخصيات عمال تتحرك في مدينة عفرين وفي منطقة عفرين في مدينة اسمها عفرين عدد شكانة ربع مليون وفي منطقة اسمها عفرين فيها مئة بلدة وقرية هدول كلهم يديرون أنفسهم ببطء ولكن بشكل جيد أولا العملية تمت من أنظف وأسرع وأقل العمليات شهرين فقط أقل من شهرين يعني يوم سقوط مدينة عفرين أو يوم تحرير مدينة عفرين هي ما سقطت 55 يوم بينما الغوطة 5 سنوات الرقة 3 سنوات الموصل سنتين وكان هناك فارق في الصور صراحة ما في نسبة الدمار الموجود مثلا في الموصل في الغوطة وغيرها في الرقة صفر الدمار في عفرين في المدينة وفي المنطقة في المدينة وفي المنطقة في مئة بلدة يعني كان قريبا من الصفر شيء لا يذكر وعدد الضحايا المدنيين الحمد لله لا يذكر الدمار لا يذكر والجروح النفسية أيضا لا تذكر أبدا فالسؤال الآن هل سوف تواصل تركيا الرئيس التركي قبل قليل قال لن نتوقف بعد عفرين سوف نذهب إلى منبيج وسوف نذهب إلى تل أبيض وإلى القامشلي إذا حصل هذا فنحن أمام سوريا جديدة ولكن إذا ما ذهب فعلا إلى منبيج في الطريق تكون تل رفعت ومطار منيج وهتان منطقتان وحدات الحماية كانت قد سيطرت عليها في العام 2015 أو 2016 وما زالت إلا ما أذكر وما زالت وهناك التقارير تشير إلى أن الوحدات قد سلمتها إلى النظام السوري وفي هذه الحالة ربما قد نشهد صداما بين تركيا وبين النظام هم ما سلموها للنظام السوري إلا ما صحة طبعا هذه التقارير ما سلموها للنظام السوري وإنما أدخلوا ميليشيات مؤيدة للنظام السوري إليها وهؤلاء الميليشيات سبق أنه عملوا نفس الحركة دخلوا لعفرين وضربتهم تركيا يعني قواعد اللعبة تفترض أنه ما يصير في صدام ما بين الجيش السوري جيش النظام وما بين الجيش التركي ولكن هؤلاء لا يعتبروا من جيش النظام وأعتقد أنه تركيا سوف تكون في وضع محرج للغاية إذا توقفت العملية عند عفرين إذا لم تحرر البلدات العربية تل رفعت الآن في مظاهرات ومطالبات شديدة وحتى كثير من فصائل الجيش السوري الحر أوقفوا عملياتهم في غصن الزيتون في عملية عفرين إلى حين التأكد مئة بالمئة من أنه سوف يتم تحرير المدن العربية مدينة تل رفعت مدينة منخ مدينة منبج مدينة تل أبيض وطبعا في القامشلي مساحات جاسعة واسعة من الأراضي العربية برأيك كيف سيكون رد تركيا على كل هذه المطالبات؟ لا في حل يجب تحرير هذه المناطق وإعادتها وإلا الجيش السوري الحر سوف يكون في موقع محرج للغاية ولكن حتى القوات التركية إذا ما أرادت الذهاب في النهاية إلى منبج منبج تتواجد فيها قوات أمريكية أيضا وواشنطن ترفض أن تصل القوات التركية إليها لو أنه وزير الخارجي الأمريكي ما زال موجودا قلت لك أنه سوف ينسحبوا من منبج أو يبقوا يعني الأمريكان وجود الأتراك لا يزعجهم لأنه هم أعضاء في حلف واحد الشخصية الجديدة اليوم على النقيد تماما بما يتعلق بتفكيرها وتعطيها مع الأول ولذلك هذا اللي عم بيخلينا نشك من أنه الاتفاق الأمريكي اللي عمل وزيري الخارجية في موضوع شمال سوريا وتحديدا موضوع منبج ربما يكون محل شك الآن طيب الآن موضوع إذا ما ذهبت الآن تركيا إلى منبج كما قلنا قبل خليل فلابد من الدخول إلى أو المرور بتل رفعت ومنق وأعتقد في هذه الحالة أيضا لابد من تفاهمات مع روسيا أيضا نعم كله كله هذا يتم بتفاهمات الموضوع ما له علاقة بموازين القوى العسكرية أبدا بموازين القوى العسكرية هذه كل مناطق ساقطة وما له علاقة أبدا لا بإرادة النظام ولا بإرادة البيكيكي نعم شكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج سوريا في أسبوع شكرا جزيلا لك شكرا والشكر مصهول لكم مشاهدين الكرام على المتابعة هذه أطيب المنى في أمان الله شكرا على المتابعة شكرا على المتابعة